بسم الله الرحمن الرحيم وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل ما زلنا نعيش مع هذه الآية الكريمة التي فيها البشارة لهذه الأمة وفيها الإعلام بنعمة عظيمة جاد الرب جل جلاله بها على أمة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام حق لمن أكرمه الله فجعله من هذه الأمة أن يستشعر هذا الشرف وهذه النعمة وأن يقابله بالشكر والثناء على الله جل جلاله الذي جاد بهذه النعمة وجعله من هذه الأمة وهذه الآية هي قول ربنا جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فهذه البشارة الربانية والتي نرى واقعها ماضياً وحاضراً وسيبقى أثرها وثمرتها مستقبلاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهذه الأمة هي آخر الأمم وهي خير الأمم بإخبار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ولم تزل الأمة ولم تزل الأمة الخيرة والتي هي خير الأمم قائمة بهذا الوصف ولا تتخلى عنه ولكن الأمم ولكن الأمم ولكن الأمم بين ضعف وقوة وبين قلة وكثرة أما أن الأمة تتخلى عن هذه الأوصاف المذكورة فلا ونجد هذا الأمر كان على أكمل وجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن يسر الله وبعد أن يسر الله عز وجل له مهاجره المدينة النبوية وأتم له فتح مكة شرفها الله فكان الأمر على كماله وتمامه ولذلك أعلن الله جل جلاله في كتابه الرضا عما وصل إليه أهل الإسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا ما نكرره لأن الآية عظيمة في هذا الأمر ودلالاتها كبيرة والفوائد التي ارتبطت بها ذات شأن عظيم وهي قول ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد علمنا أن هذه الآية المباركة من سورة المائدة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فنزلت عليه هذه الآية ولم يبقى بعد نزولها عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة سوى إحدى وثمانين ليلة وكان بعدها وفاته عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذه الآية تضمنت تلك الفوائد الثلاث العظيمة والتي أولها أن الله أعلم بمنطوق هذه الآية أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء من أحد كائنا من كان وثانيها أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء وأما ثالثها أن الله عز وجل رضي هذا الإسلام للناس بتشريعه ورضي للناس بنموذجه التطبيقي الذي كان إمامه وقدوته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه فلذلك قال الله ورضيت لكم الإسلام دين ومن هنا أخذ العلماء قضية السير على ما سار عليه سلف هذه الأمة وعد ذلك أصلا في منهج أهل الحق لأن قوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دين كما قال العلماء كما قال العلماء أنه رضيه على تلك الحال العملية التي كانوا عليها في ذلك الموقف ولذلك هنا يورد الإمام إبن جرير الطبر رحمة الله عليه سؤالا ويتضمن كأن هناك إنسان لو تأمل قد يتبادر له شيء من الإشكال فيقول إن قال قائل أما كان الله راضياً عن أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية أن متى نزلت قبل الوفاة بإحدى وثمانيل ليلة بمعنى أنها أقل من ثلاثة أشهر طيب والذين دخلوا في الإسلام من أول بعثته والذين قتلوا واستشهدوا أو ماتوا قبل نزولها هل معنى ذلك أن الله ما كان راضياً عنهم قال فإن قال قائل أما كان الله راضياً عن أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية قال قلنا بلى لم يزل الله راضياً عن أهل الإسلام من أول يوم دخلوا فيه إلى هذا الدين ولكن كان القرآن يتنزل يصرف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وينقلهم من حال إلى حال على مراتب الدين حتى إذا وصلوا إلى تلك الحالة التي كانوا عليها في موقفهم فقال لهم رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه فلا تغيروا فتلك إذا وصلوا إليها بالأمور التالية أولها وأعظمها اكتمال نزول وحي السماء واكتمال ما تضمنه من الأحكام والتشريعات التي بها كمل الدين وكمل تطبيقهم للدين والأمر الثاني وصلوا إلى ذلك بجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهدته معهم تلاوة لآيات الله تعليما لأحكام الله تزكية لنفوسهم حتى وصلوا إلى ذاك المقام فإذن هذه المرتبة العلية التي وصلوا إليها إذن كانت تلك المرحلة هي النموذج الأمثل الذي أمرت الأمة بعد ذلك أن تتأسى به وأن تتعامل معه بأمور ثلاث في أي مرحلة من مراحل الأمة كيف تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلتزامه بوحي السماء وتمثل التطبيق الأمثل في شخصه عليه الصلاة والسلام لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم فتتعامل الأمة مع ذاك النموذج الأول بثلاثة أمور أولها في أي مرحلة نظرت الأمة إلى ذاك النموذج ما بينها وبينه ما بينها وبينه زمن والناس عملوا أعمال ما الذي نقبل وما الذي نرد المقياس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو معيار لكل ماض ما بيننا وبينهم أقوال وأعمال وكتابات وكتب فما الذي نقبل ما كان موافقا للهدي الأول وما خالف فيرد على قائله وكما قالها الإمام مالك رحمه الله كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر إذن هذا ما بيننا وبين ذاك النموذج الثاني ما تعيشه الأمة في حاضرها أيضا عطاء وتفاعل مع النص ما الذي نقبل وما الذي نرد المقياس النموذج الأول ما كان موافقا له قبل وما كان معارضا له رد مهما كان قائله الأمر الثالث ما يسعى إليه الناس للعمل في مستقبلهم ما هي الصورة التي توضع والنموذج الذي يوضع للوصول إليه من أين نأخذه وكيف نضعه الرجوع إلى النموذج الأول فهو هدف لكل مستقبل هذه هي الأمانة التي أودعت لهذه الأمة وأمرت أمرا صريحا أن تسير عليه أن تسير عليه من الذي ينجو بقول رسول الله صلى رسلم ما كنت أنا ما كنت عليه أنا وأصحابي هذا الذي ينجو فإذا هذا هو الميزان وهذا هو المقياس وهذا هو الهدف والغاية فإذا هذا موطن من مواطني هذا الإخبار القدري كنتم خير أمة أخرجت للناس فالأمة كان منها ذاك النموذج الذي ستتحاكم إليه هذه الأمة في كل مراحلها وأن الأمة كانت وفية لحفظ ذلك النموذج ونقله عبر التأريخ بأعظم علم وأقوم وأسد الطرق فيه وهو علم الرواية العلم الفريد الذي لم يوجد في أمة أخرى ووضعت له القواعد المدهشة العجيبة وتفريع العلوم التي تضمنها فلا تكاد تتخيل أي طريقة يمكن أن يكون لها أثر في عدم ضبط النقل إلا وتجد علماء هذه الأمة قد وضعوا لها قواعد تضبط ذاك الأمر وتغلق ذاك الباب المفتوح إن كان إشكال الضبط في النقل مرده ضعف في قدرة الإنسان حفظه أو عقله هناك ضوابط إن كان الإشكالية في قضية أمانة وعدم ورع هناك ضوابط إن كان هناك من أراد أن يفسد عمدا وأن يدخل ما ليس حقيقة هناك ضوابط لضبطه وإن كان ما يكون بسبب طول الرواية والسند وتكرارها وقد تتغير الكلمة فهناك ضوابط وإن كان الأمر ما رده إلى خلل الكتاب والسقط فيها أو تغيير شيء فهناك ضوابط وإن كان قضية الكتاب وأخذه واللعب فيه فهناك ضوابط وإن كان هناك ما يمر على الإنسان أنه في مرحلة يكون ضابط وفي مرحلة يضعف لكبر سن أو دخول خرف فهناك ضوابط فلا تجد شيئا يمكن أن يخل بقضية ضبط الرواية إلا والعلماء يضعون له قواعد تغلق ذاك الأمر فكانت الأمة أمينة وهذا أيضا يدخل في خيريتها وأنها قامت بهذا الأمر ولو وقفنا مع العلماء والجهود التي بذلوها في هذا الأمر لأدركنا والله معنا عظيم من معاني خيرية هذه الأمة وأنها لم تتخلف في يوم من الأيام عن القيام بعمل يجعلها في دائرة هذا الوصف رحلة في طلب العلم على صورة مدهشة بذل أموال وعطاء لأجل حفظ هذا العلم على صورة مدهشة وعناية وتدقيق صورة خيال ولو رجعنا إلى سير العلماء وما ألفوا في هذا الباب وذكروا فعندها كم سيدرك الإنسان عندما قال الله كنتم خير أمة والله لا يقول إلا الحق ستجد وأنت تعرض ذلك وتتحدث به لا يمكنك أن تفي بما قامت به هذه الأمة لتحقق هذه الأوصاف تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله تؤمنون بالله ففي باب العلم وحفظ الرواية المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبواقعه العمل فإنك تجد الأمور المدهشة فيه في هذا الأمر والتي تجعل الإنسان يفتخر أنه ينتمي لأمة هذا تراثها وهؤلاء علماؤها وهؤلاء رجالها وهذا حالها مع دين الله كيف كانت وفية ليصل للأمة ما يجعلها في هذا الوصف أنها خير أمة فإذا هذا النموذج الأول ويعطي الدلال بوضوح أن هذه الأمة خير أمة ثم كما قلت في التعاقب وأشرت إلى حفظ العلم هذا ميدان واحد ثم إن نظرت بعد ذلك إلى قيامها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما قام به العلماء في هذا الباب وتفريغ أوقاتهم لتعليم الناس وما قامت به الأمة من التعليم والتعلم والحرص على التعلم على صورة عجيبة ولك أن تنظر ماذا كتب العلماء عن حلق المحدثين واجتماع الناس عليها والتفافهم حولها بالأعداد الكبيرة التي كانت ما تسعهم المساجد فيخرجون إلى الطرقات ولا تسعهم أحيانا الطرقات فيخرجون إلى الصحراء خارج المدينة حتى تتسع لمن يجتمعون حول المحدث ويسمعون حديثه من اللطائف أن من المحدثين من احتاج أن يتخذ سبعة عشر مستمليا حتى يبلغ حديثه لطلابه الملتفين في حلقته من هو المستملي المستملي هو شخص يختار ذا صوت جهوري فصيح اللسان نبيه فإذا قال الشيخ الكلمة من الحديث فيقف المستملي على آخر مكان يصل صوت الشيخ ولم يكن ثمة مكبرات فيأخذ الكلمة ثم يلتف إلى من خلفه ويرفع صوته الجهوري ليبلغها وآخر مكان يصل إليه الصوت يقف رجل آخر مستملي آخر ليبلغ من وراءه ثم يقف ثالث فاحتاج بعض المحدثين أن يكون له سبعة عشر مستملي حتى يصل ما يقوله لمن حضره إذن كم هو العدد أبو عوانا رحمة الله عليه الأصفهاني روى المسند وأخذ المسند هذا أبو نعيم أخذ المسند مسند أبو أبي عوانا أخذه بسند عالي فعندما كبر سنه أصبح أنداده أصبح من يروي من أنداده المسند يرويه بواسطة أي بينه وبين المؤلف راوي أو راويين وهو يرويه مباشرة لأنه أخذه منه في صغر سن فعندما وصل إلى مدينة نيسابور اجتمع الناس حوله قالوا وأغلقت الدكاكين وسدت الطرق واجتمع الناس ليسمعوا منه المسند بسند بسند عالي وغير ذلك كثير فإذن هذا ميدان يعطي الدلال على أن هذه الأمة لم تتخلى عن هذه الأوصاف أوصاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل وهكذا ستبقى ستبقى هذه الأمة بهذه الأوصاف لأن هذا قدر الله لها والسؤال المهم الذي يعنينا نحن هل الإنسان يتفكر في ذلك ويسأل الله بصدق أن يكون ضمن قدره هذا الموعود به والمخبر عنه أن تكون أن من هذا القدر من الآميرين بالمعروف الناهين عن المنكر المؤمنين بالله وأن يكون لك الحظ الأوفر إلى أن تلقى الله لأن هذا كائن بك وبغير والذي يتخلى لا يضر إلا نفسه والقدر ماض والخبر متحقق متحقق بالناس في شرق الأرض وفي غربها بالعربي والعجمي بالصغير والكبير بالغني والفقير لأن الله قال كنتم وهذا قدر وسيكون ولكن السؤال الذي يعني الإنسان بذاته هل الإنسان فكر ودع الله بصدر أن يكون ضمن هذا القدر المخبر عنه وأن يكون ممن يثبت على هذا الطريق حتى يلقى الله يوم القيامة وهو ثابت بهذه الأوصاف وسمعنا كلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلمة العظيمة التي بيّنت لنا أنك أنت وغيرك لن تخلو من أن تكون يوما آمرا ويوما مأمور ويوما ناهي ويوما منهي لا يمكن وأمرك ونهيك وما تؤمر به وما تنهى عنه لن يكون إلا بهذه الموازين الأمر بالمعروف النهي عن المنكة كل أمر لصغير أو كبير إن أمرت طفلا هو ولده فذاك الأمر مقياسه هل هو أمر بمعروف أو أمر بمنكر إن نهيته هل هو نهي عن منكر أو نهي عن معروف في كل الميادين فلذلك هل الإنسان فكر في ذلك والذي يعنيك نفسك وأول ما تسأل عن نفسك اسألك الله جل جلاله فهل أنت تأملت في ذلك فدعوت الله بصدق أن يجعلك ضمن قدره هذا وأن تكون بهذه الأوصاف حتى تلقى وأن تكون أنت الشاهد أنت الشاهد للناس على خيرية هذه الأمة لا أن تكون سبب الشبه في ذلك فهل فكر الإنسان فإذن هذا معنى عظيم فالأمة قامت والأمة ستقوم وسيبقى ذلك إلى يوم القيامة ولذلك لما ولذلك انظروا سبحان الله إلى التدبير العجيب الله يخبر أن هذه الأمة هي كذلك طب إذن كيف ستقوم القيامة والأمة قائمة والإخبار بأنه لن تقوم القيامة ويوجد هؤلاء المتصفين بهذه الأوصاف لا تقوم الساعة وعلى وعلى ظهر الأرض من يقول الله الله فجاء الإخبار أن نهاية الأمر بتلك الريح الباردة التي يبعثها الله فتقبض أرواح المؤمنين فعندها لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فإذن هذه الأمة التي هي خير الأمم هذا وصفها لذلك هذا يعطينا حقيقة الأمل وعدم اليأس وعدم القنوب ذلك الأمة لن تنتهي خيريتها ولكن الأمر قد يضعه ويضعه في مكان ويقوى في مكان ويضعه من إنسان ويقوى من إنسان ويضعف من فئة من الناس أو فئة من أهل تخصص ماء ويقوى عند غيرهم وهكذا هذا شأن هذه الأمة المباركة التي هي خير الأمم فلذلك نتفطن لذلك ولذلك المؤمن لا ييأس كيف ييأس وهذا إخبار الله كيف وكيف يشك وهذا إخبار الله ولكن الأمر يعود إلى أن الإنسان يرى نفسه هو أين وما هو موقفه من ربه ودعاءه لربه ولذلك حقيقة أعظم المنن أعظم المنن من الله جل جلاله على العبد أن يجعلك ضمن قدره في إحقاق الحق في الأرض وأكبر العقوبات أن يجعل الله العبد ضمن قدره في نشر الباطل إبليس هو ضمن قدر الله عز وجل في باب الشر ونشره وإشاعته وكذلك من البشر من يكون كذلك ولا يعلم الغيب إلا الله لكن الإنسان يدعو الله أن يجعله ضمن قدره في إحقاق الحق ونشر العدل ونشر الخير ونشر المعروف ويدعو الله أن لا يجعله ضمن قدره في الباطل والشر وهذا حقيقة أمر أيضا عظيم محل التنبه والالتفات له ذلك إنسان يبتعد خصوصا عن الأمور التي قد يعاقب الإنسان بها أن تدخله في هذا القدر في نشر الشر والباطل وأعظمها خلق الكبر الكبر لأنه يعاقب الله عليه بأشد العقوبات كما قال الله عز وجل سأصرف 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 عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ما معنى سأصرف أي أن الله عز وجل يصرف قلوبهم عن قبول الحق فلا يقبلون الحق أبدا أبدا معاقبة من الله على ما اغتكبوه في هذا الجرم وهو الكبر والكبرياء والكبرياء صفة لله من نازعه فيها قصمه الله وكانت عقوبته هذه العقوبة العظيمة الصرف عن قبول الحق فإذا هذا موقف هذه الأمة مع هذا الوصف وهذا الذي يعني كل واحد مننا كيف يتعامله ويسمع هذه الآية وكيف يكون دعاؤه لربه وكيف يكون عمله وكيف يكون فهمه لميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل كيف يكون هذا الإنسان مهما في زمن من الأزمان أو في مكان من الأماكن مهما كان أمر باطل أو غير ذلك فالمؤمن يعلم بأن من بعده خير وهذا فأل المؤمن وهذا شأنه وكذلك من الضمانات سبحان الله التي جعلت تحت هذا الباب هذا البلد وقدر الله بأنه سيبقى بلد إسلام وأهله أهل إسلام سيبقى الدين سيبقى الإسلام سيبقى أهل الإسلام لا هجرة بعد الفتح لا يمكن أن يتسلط على هذا البلد أهل الكفر الصريح بل ستبقى تحت الإسلام لا يمكن أن يتحول أهل هذا البلد كلهم كفارا ضمانة من الله جل جلاله لتبقى هذه الخيرية وصف هذه الأمة لا هجرة بعد الفتح لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيام قالها النبي صلى الله عليه وسلم كبشارة لهذه الأمة تحت بشارة ما بشر به رب العزة والجلال الأمة في هذه الآية بهذا الإخبار كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم يقول الله جل جلاله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم نعم والله وصدق الله والله لو آمن أهل الكتاب وآمن هنا بمعنى دخلوا في الإسلام والمقصود هنا بالإيمان المذكور كما قال علماء التفسير أن المذكور هنا علم مراد وهو الإسلام كدين منتسب إلى هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم خيرا لهم إذ يدخلون في هذا الشرف ويدخلون في هذه الخيرية ويدخلون في هذه الضمانة أليس هذا خير لهم بلى والله خيرا لهم خيرا لهم من ماذا قلنا خير إذا قلنا على أنها صيغة تفضيل إذن ما هو الخير الذي كان أقل من ذلك وكانوا فيه فهنا قال العلماء خيرا لهم والمقصود بأهل الكتاب هنا على قول أكثر المفسرين اليهود الذين سكنوا المدينة وجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وكذلك سكنوا خارجها فكانوا في خيبة فهم المخاطبين والمقصودين هنا بأهل الكتاب على قول جمهور المفسرين ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم كان لأهل الكتاب مكانا عند أهل المدينة والعرب باعتبارهم أنهم أهل كتاب فكان يرجع إليهم ويسألون وذلك يعطيهم مكانة ومنزلة أنهم مرجع للناس في أمر الدين فلما دعوا إلى الإسلام خافوا أن دخولهم فيه سيسلبهم تلك المكان وينزلهم من تلك المنزلة أن يكون بدل أن يكون مرجع فيصبح ماذا تهبعين لمرجع آخر فخافوا على مكانتهم وأن ينزلوا من تلك الرتبة ولذلك تلك الرتبة كما أنها ستكون سبب في تحصيل مال فكذلك هي سبب لوجاه وشرف والإنسان يحرص على هذا وهذا فخافوا أن دخولهم سيسلبهم ذلك الأمر فقال الله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له وهنا يقف العلماء الذين هم ممن يحققون هذا الوصف الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فماذا يعطون وماذا يبينون لنا وماذا يعرفون بربنا جل جلاله يقولون في هذه الجملة تلطف من الرب تلطف من الرب جل جلاله في مخاطبة أهل الكتاب ويدعوهم إلى الإسلام فالله يدعوه وهذا تعليم لهذه الأم والله يؤدبنا بأفعاله والله يربينا بأسمائه وصفاته يؤدبنا بأفعاله ويربينا بأسمائه وصفاته ولذلك الله أذن لعباده أن يتخلقوا بأخلاق بل أمرهم بأخلاق هي مشتقة من أسمائه الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم إن الله جواد يحب الجواد فالكريم هو الله ويحب من عباده الكرم والرحيم هو الله له الرحمة المطلقة ويحب من عباده من هو متخلق بخلق الرحمة وهل سمعنا أو سنسمع شيئا يغرينا بالأخلاق الحسن أعظم من هذا الأمر أن جل تلك الأخلاق لها اشتقاق من أسماء ربنا الحسن الله أمر بالعلم والتعلم ورغب فيه وحث عليه وهو العليم جل جلاله ورفع شأن العلماء وسماهم علماء والله هو العليم الله هو الرحيم ورغب في الرحمة وأمر بها ووصف خلص عباده بها فوصف بها نبي الأمة عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم وهو الرحيم جل جلاله فهل سنسمع شيء يغرينا ويحفزنا على التخلق بالأخلاق الحسنة أعظم من إدراكنا أن تلك الأخلاق لها اشتقاق من أسماء الله الحسن وصفاته العلا فماذا اختار الله لك ماذا اختار الله لك من صفات وبأي شيء أمرك من الأخلاق فلذلك قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فهنا يلتقط العلماء هذه الفائدة العظيمة أن الله يتلطف في خطاب أهل الكتاب بهذه العبارة ليدعوهم ويغريهم في أن يدخلوا إلى هذا الدين هذا الإسلام وأن ذلك سيكون خيرا له ويمتثلها النبي صلى الله عليه وسلم فها هو يقول لقائد جيشه في خيبر لمنازلة اليهود علي رضي الله عنه أول ما تدعوهم إليه تخاطبهم بماذا تدعوهم إلى الإسلام ثم يشجعه أن يفعل ذلك بصدق وأن يبذله على أكمل صورة وأحسنها فيقول له ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بأن لا يتسرع في منازلتهم بل يحرص أن يستخرجهم من الكفر إلى الإيمان وهذه هي العلاقة الأساس بين المؤمن وبين عموم الناس علاقة البلاغ علاقة الدعوة علاقة البيان علاقة الترغيب في هذا الدين ولذلك كان هذا هو شأن هذه الأمة مع خصومها لدرجة كما وكما قلت في ظل هذا المعنى العظيم نفهم مثل تلك العبارات عندما تأتينا عبارة مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه خير يعني في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل والقيود لتدخلهم الجنة تعبير عن ماذا عن شدة حرص المؤمن أن لا يموت ذاك الإنسان على الكفر فيكون من المخلدين في النار حرصه أن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار ولذلك كل ما يفعله المؤمن في كل ميادين البلاغ والدعوة والجهاد هدفه هو أن يعود الناس إلى الحق وأن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم خير مما ظنوا هذه واحدة خير بأنهم سيدخلون في هذه الخيرية هذا ثاني خير لهم من أنهم سيكون مآلهم الجنة لا النار نعم خير لهم من أنهم لن يكونوا من الذين ينتصر عليهم من المؤمنين فتصيبهم المذلة نعم هو خير لهم خير لهم في ذلك كل خير لهم في ذلك كل ذلك جاء بالتنكير ليشمل هذه المعاني جميعاً التي ذكرها العلماء خير لهم تدخلون في هذا الوصف نعم فيكونوا خير تخرجون من عمل مآله إلى الخلود في النار إلى عمل مآله إلى الجنة إذن خير وهكذا فإذن لكان خيراً لهم ثم يقول الله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم أي من هؤلاء ومنهم بعض وهو دلالة على القلة وما آمن من يهود المدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به إلا قليل مثل عبد الله بن سلام وكما ذكرنا قصة زيد نسعنا رضي الله عنه وعدد قليل ومثل مخيريق كما قال سلم خير يهود فآمن قليل فالمقصود هنا منهم المؤمنون الألف واللام العهدية هنا وهم من آمنوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الفسق يطلق على المعصية الصغيرة ويطلق على الكبيرة ويطلق على الكفر ولذلك هناك فسق أصغر من فسق وهناك فسق أكبر من فسق ولكن السؤال هنا في قوله وأكثرهم الفاسقون وهل بعد الكفر ذنب إذا كان الفسق منه الذنب الصغير والكبيرة ومنه الكفر فقال العلماء لما لم يقل وأكثرهم الكافرون وعبر هنا بالفاسقين مع أن الكفر أعظم فتأمل العلماء في ذلك فماذا قالوا قالوا الكفر الذي وقع فيه أهل الكتاب وقضية الشرك قالوا أن هؤلاء مع عدم إيمانهم مع عدم إيمانهم بالنبي الخاتم المذكور عنده وعدم تصديقهم بالكتاب وهذا أدخلهم في الكفر إلا أنهم مع كتابهم الذي قالوا وأعلنوا للناس أنهم متمسكين به حقيقتهم مع التحريف الذي فيه أيضا ليسوا ممتثلين له فهم فاسقين حتى في الكفر يعني فسقهم حتى في ما هم عليه من الكفر فجمعوا معه فسقا أي في فيما هو عندهم وادعوه أنهم ملتزمين بالكتاب لم يلتزموا بما معهم حتى وهو محرف يعني حرفوا الكتاب وبعد التحريف أيضا لم يلتزموا به إذن أمثال هؤلاء هل هم أهل جد في التدين وأهل رغبة صادقة في التدين لله إذا هم عرفوا بالفسق عند قومهم فلذلك قالوا عبر هنا بالفسق ولم يعبر بالكفر أي أنهم جمعوا والعياذ بالله مذمتين المذمة الأولى مذمة الكفر والمذمة الثانية مذمة الفسق في الكفر مذمة الفسق في الكفر فكان التعبير بالفسق هنا تعبير يدل على بلاغة على عمك ما وصلوا فيه من الانحرار فلذلك بقوا لما كانوا بهذه الأوصاف بقوا على كفرهم وهنا نتذكر ما ذكر الله عنهم في سورة البقرة لرسوله صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فهذا قدر في علم الله وأما المنهج فهو ماذا البلاغ والدعوة معذرة إلى ربكم لأن قيامك بهذا الأمر هو إدخالك في هذا الوصف قبل المدعو أو لم يقبل ولن تدخل في هذا الوصف حتى تقوم بهذا العمل فأنت تدعو وتبلغ وتنذر وليس لك أن تكره الناس ليس لك أن تكره الناس أن يقبل الحق وليس دخول في هذا الوصف أن الناس يقبل منك ولكن دخول في هذا الوصف أن تبلغ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة ما على الرسول إلا البلاء الذي يدخلك في هذه الأوصاف أن تبلغ إن أكرمك الله وقبل من بلغت هذه نعمة ما قبل دخلت في هذا الوصف لخير أمة ذلك ليس صحيح أن يأتي إنسان ويقول والله أنا ما أبلغ فلان يعني بلغه غير ما استفاء فلان كرر عليه ما قبل هذه ليست قضيتك قضيتك أن تبلغ وأن تدخل نفسك أنت في الوصف لأن عدم قيامك بهذا الأمر هو إخراج لنفسك من هذا الوصف فأنت لا تخرج نفسك فقم بهذا العمل ثم يقول الله جل جلاله لن يضروكم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون هذه 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 الآية خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأمرهم وتوجههم نحو التصلب في الدين والثبات عليه وأن ينظروا إلى هؤلاء نظرة تحقير لا نظرة تعظيم هكذا يربي الرب جل جلاله أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام وكيف كان لهذا القرآن أثره في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت أصحابه رضوان الله عليهم وهذه إحدى الحكم في نزول القرآن منجما تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت فؤاد المؤمنين الذين معه فيقول الله عز وجل لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا هذه الآية قال العلماء تضمنت تضمنت آية إعجازية لصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ألسنا قلنا أن سورة البقرة وسورة آل عمران من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وهذا القسم والذي سيأتينا بعد ثمان آيات الحديث عن غزوة أحد وأحد في السنة الثالثة فالآيات هذه نزلت قبل وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على أقل تقديم ثمان سنوات كان بينه وبين اليهود جولات وجولات وصراعات وغزوات غزوة بني قريضة وغزوة بني النظير وغزوة خيفة وغيرها من المواقع قال العلماء هذه الآية تضمنت إعجازا ما هو الإعجاز الذي تضمنته الأولى قالوا تضمنت أن المؤمنين أمنوا من ضررهم كما أخبر الله في هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أن نزلت تلك الآية إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتخلف في هذا البعض هذه واحدة الثانية قالوا من يوم أن نزلت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هزموا ولم ينتصروا ولا في موقفه الثالثة الثالثة قالوا من يوم أن نزلت هذه الآية إلى وفاة لم يحصل لهم قوة ولا شوكة بعد انهزامه ليس إلا الذلة والمهانة قالوا فهذا علم من أعلام نبوته أخبر الله عز وجل عنه في وحيه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه أمور غير فالله يقول لن ولن تفيد ماذا ظرف الزمن كله الماضي والحاضر والمستقبل فالله يخاطب أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لن يكون لهؤلاء معهم تحقق في هذه الأمور الثلاثة وهذا ما كان وهذا ما كان فحصل الإخبار وامتد الزمن ولم يكن إلا هذا الحال إلا هذا الحال فإذا هذا علم من أعلام نبوته وعلماء التفسير تنبه له وأشار وأشار إليه وأشار إليه ولذلك مثل ما قال القرطبي قال فيه الدلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن اليهود الذين كانوا أعداء المؤمنين وهم حوالي المدينة بن النظير وقريضة وبن قين قاع ويهود خيبة فأخبر الله تعالى أنهم لا يضرونهم إلا أذن من جهة القول وأنهم متى قاتلوهم ولوا الأدباط قال فكان كما أخبر وذلك من علم الغيب فلم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا انهزموا وكانت النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إذن هذا كلام علماء التفسير وهم يتأملون في هذه الآية وتفطنوا إلى هذا المعلم من معالم صدق نبوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لن يضروكم إلا أذى الاستثناء هنا هل هو استثناء متصل أو استثناء منفصل والاستثناء المتصل أن ما بعد إلا من جنس ما قبلها والمنفصل ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فهل الاتصال هنا استثناء متصل من العلماء من قال ذلك وهل هو منفصل من العلماء من قال ذلك فمن قال أن الاستثناء متصل قالوا هو استثناء مفرغ من المصدر المحذوف والتقدير لَنْ لَنْ يَضُرُّوكُمْ ضَرَرًا إِلَّا وَإِنَّا أُطْلَقَ لَكِنْ أَذَنْ بِاللْلِسَانِ معنى هناك أن الضرر الذي فيه النكاية لهذا المعنى فسر الضرر فلن يقع ذلك منهم ولكن أذن باللسان فإذا هنا كأنه شيء يعني يريد شيئا آخر مثل يعني سماع كلمة الكفر منهم الإعاد بأننا سنفعل سنفعل وليكون ذلك منهم الكذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لن يكون منهم إلا أذن باللسان لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار قال هنا الأدبار ولم يقل الظهور قال العلماء زيادة في الإهانة لهم زيادة في الإهانة لهم وهو أيضا أبلغ في الإشارة إلى الانهزام والهرب الذي سيكون منهم كلما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكر الله عنهم في سورة الحشر وفي غيرها من السور عرفت كيف كان حالهم وكما قال الله لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد فلذلك كان هذا حالهم وهذا شأنهم وهو هذا الأمر الذي ظهر به وكان علامة من علامات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم